صوت متظاهري ثورة تشرينا في العراق يدوي بأرواقة المجتمع الدولي بعد أكثر من شهرين مرت بعمر الثورة وسقط فيها مئات الشهداء والجرحة صمت المجتمع الدولي طويلاً ونطق أخيراً إدالات دولية علنية لاستخدام القوة المميتة ضد متظاهري العراق تحول دولي في الموقف مثلته إحاطة الممثلة الأممية في العراق جنين هينيس بلاسخارت بشأن ثورة تشرين فبعد خطابها المتماهي مع توجهات حكومة بغداد شددت من لهجتها وحملت الحكومة مسؤولية قتل المتظاهرين وترد الواقع العراقي كل ذلك جاء بفعل الضغوط الشعبية العراقية واستمرار الثورة في مسار سلمي قطع كل ذرائع تشويهها وتحوير مطالبها الموقف الدولي الذي يحمل تعاطفاً مع تظاهرات العراق يفتقر حتى الآن لتحرك عملي يتجاوز حسابات الدول الكبرى التي تتحرك وفق مصالحها بعيداً عن البعد الإنساني أو الأخلاقي هو المجتمع الدولي نفسه الذي يتحمل مسؤولية نكبة العراق بصمته أو تواطئه مع الغزو الأمريكي والهيمنة الإيرانية وربما برأي العراقيين مطالب بتكفير ذنبه عندما ساهم في إفشاء الوباء السياسي في العراق بطبيعة الحال العراقيون تظاهروا وهم يائسون من التحرك الدولي العادل تجاه قضيتهم وتظاهراتهم انفجرت في ظرف سياسي دولي وأقليمي يقفوا بوجه تطلعات شعوب المنطقة لكن وعيهم السياسي وتعلمهم من التجارب السابقة جعلهم يؤمنون بقدرة الشعوب على تحقيق مطالبها وارغام المجتمع الدولي على احترام هذه المطالب والتفاعل الإيجابي معها بما يتناسب مع قوة الثورة وحصانتها من الاختراق أو التحوير ترجمة نانسي قنقر